أهلا بحضراتكم من جديد وإلى الملف الفلسطيني حيث دعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين وقبولها عضوا بالأمم المتحدة بعد أن مضى على وجودها كدولة مراقبة أكثر من 12 عاما طالب أشتية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث يعيش السكان في ظروف صعبة وسط فقر وتعطيش وتهجير وقطع للكهرباء ونقص للأدوية والمساعدات وأضف أشتية أن هناك أكثر من 27 ألف شهيد 70% منهم أطفال ونساء وهو ما لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية من قبل